بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا لما بيجي حلقة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحس بإن إحنا ما ينفعش نبدأ الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وإحنا بنسلم عليه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا قوت القلوب السلام عليك يا بابنا على المحبوب الباب باب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يغلق ولذلك كل ما تقرأ وتنادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له يا بابانا على المحبوب تجد حاجة غريبة قوي قوي تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك ويبارك لك في فهمك عن حضرة النبي النهاردة نتكلم عن حديث من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيحط معاني أخلاقية ومعاني إنسانية وحياتية مهمة جدا جدا نصب عيوني الحديث النهاردة هو حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يعني لابد إن احنا ننظر إلى شيء مهم جدا جدا في هذا الحديث لازم تفهم إن دي عطية محمدية يعني إيه عطية ربنا أعطاها للأمة كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإزاك رسول الله عشان تفهم الكلام ده يقول لي كل أمتي مش كل الأمم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وعشان كده يتأكد بقى المعنى ده في إيه من أطاعني دخل الجنة يعني بقى عشان هو من أمتي ومن عصاني دخل النار يبقى إلا حاصل ومن عصاني فقد أبى أبى إنه يدخل للجنة وهنا بقى بيبقى كلام مهم جدا 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 إني كرامات وعطايا الله لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى مش بس أعطيته خمسا في رمضان ده خمسة في رمضان بس إن زي مثلا إن الله تجاوز لي عن أمتي كتير بقى حاجات كتيرة أعطاء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لحضرة النبي من أجل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لحضرة النبي هذه البشرة هذا الحديث الواسع هذا الحديث الكريم اللي أي واحد فينا يسعد ويفرح به كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فلما سألوه ومن يأبى وفي حد يأبى في حد عاقل يا رسول الله يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أبى أن يدخل الجنة وذلك الحديث النهارده في معاني من أروع المعاني اللي ممكن نعيش بها في حياتنا زي مثلا أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وكونك من أمتي يجب لك الجنة وده شيء مهم أن في ناس مش عايزة تكون من أهل الجنة آه الحديث بيقول لنا أن في ناس مش عايزة تكون من أهل الجنة يعني إيه؟ هي بتأبى أن هي تكون من أهل الجنة وده معنى أن فيه وجه كده لازم نفهمه من كلام العلماء لما بيشرحوا المعنى دي وبيشرحوا كلمة الأمة وإيه المقصود بيها؟ وهل الأمة هي أمة الدعوة؟ وساعتها اللي يأبى يدخل النار هم غير مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا أمة الإجابة؟ وبناء على ذلك هيكون اللي يأبى هو البعيد عن رسول الله وأخلاقه؟ لكن بيعجبني أن لفظ الأمة ليه أربع معاني في القرآن الكريم المعنى الأول يطلق لفظ الأمة ويرد به الدين فقوله تعالى إن وجدنا آبا أنا على أمة يعني إيه؟ على دي طيب والمعنى الثاني تطلق كلمة الأمة ويرد بها الرجل المطيع لله فقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة وسعاد بنسميها الرجل للأمة إيه اللي حاصل؟ إنسان واحد بس بأمة المعنى الثالث اللي موجود إن هي تطلق على الجماعة فقوله تعالى وجد عليه وجد عليه أمة من الناس يسكون يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الأمة هنا يعني جماعة وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَةٍ يعني جماعة يبقى عندنا إيه؟ تلات معاني لغاية دلوقتي المعنى الأولاني الأمة بمعنى الدين المعنى الثاني الأمة بمعنى الرجل اللي هو بأمة ويه المعنى الثالث يطلق على الجماعة والمعنى الرابع بقى هو يطلق بقى ويرد به الحين من الدهر فقوله تعالى وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة